إذا كاريه تاني وقعت في الجزائر في هذا الحصف الشديد إذا أجل اللي تشتبع هو خاص والباشر في الجزائر إذا كتشف وحد الشخص يتشتب العائلة دياله خاص داخل السياد إذا هاجم عني الفيضان السياد ومن بعد وقد العائلة دياله خاص داخل السياد ويهاجموا على الساكنة ديال الجزائر إذا شكرا فيضان السلام وعليكم أصدقائي في ديوم جديد وليوم جديد اليوم الموضوع ديالنا الفيضان السياد خاص على الجزائر إذا كاريتا اللي وقعت خاص بعد الولايات في الجزائر فيضان سبقت لهم مشاكل كثيرة إذا جزائر هاجبت عليها عاصفة رادية قوية بعد الولايات في الجزائر إذا أول مرة سنكتشف أقوى فيضان في الجزائر 2023 اللي عليكم تبعاد الفيديو من البداية التنهية اشتاكوا بالقناة تفعيل الجراش باش يوصلكم ديبة جديد وساعدونا باش نوصلوا لقناة 300 كار والجزائر والمغرب خوا خوا والصحراء مغربية والمغرب في صحرائي إذا أشغال أقول لكم بعد تقريبا يومين هذه والتلتيام أعاصفة رادية خاصة في الجزائر تبار طاجات خاصة في المواقع الاجتماعي وحاولنا باش نشاركه معاكم بعض اللقاطات كما شفتون خاصة في البداية هذا الفيديو إذا كاريته اللي وقعت في الجزائر مع الأسف الشديد حاجة اللي اكتشفت بقيه واحد قوة خاصة من الباشر ديال الجزائر إذا اكتشفت واحد الشخص كيفاش اعتق العائلة دياله خاصة لداخل السيارة إذا هاجم عليه الفيضان السيول ومن بعد انقض العائلة دياله ربما مرته وولده خاصة داخل هات السيول ليهاجموا على الساكنة ديال الجزائر شفنا فيضان هاجم على السيارات شفنا السيول هاجموا على الشوارع بعد الولاية في الجزائر إذا كريتة اللي وقعت ما هو سبب هاد الفيضان دياله سبحوته عله وفنسوق المناخ إذا مليكة تكون درجة الحرارة مرتفعة بعد المناطيق وبعد الولاية خاصة في الجزائر مرتفعة درجة حرارة من بعد تكون المناخ ديال عاصفة رعدية من الذي تكون هذه العاصفة العادية تسبب كاريته كما قلنا كاريته التي وقعت في الجزائر بعد الولايات الجزائر كاريته التي وقعت وفي نفس الوقت هذه الأمطار غزيرة أو هذه العاصفة العادية التي هجمت على الجزائر ممكن تكون حاليا في الجزائر ممكن تكون غضاء ممكن تكون بدغضاء إذن يا ربي السلامة نحن في المغرب نعيش أجول للصيف ولكن حاليا كنتوجه في مدينة أقادير عند العجاج فقط وكتشفنا بقينو أمطار غزيرة قوية خاصة في المغرب طنجات أطوال نفني ديق نفني ديق شفشاو الحسيمة إذن نشفنا الفياضة في حسيمة وضع المدن خاصة في المغرب وفي نحن وقت ممكن نكتشفوا أمطار غزيرة أو أصفار عادية خاصة في المغرب أما النسبة للفياضة للجزائر ده اللبوزير بالصحة ولا كل شيء يهضر عليه ولا ده واحد اللبوز كبير خاص في اليوتيوب وفي نحن وقت الفيسبوك إذن الناس تهضر على هذه الفيديوهات الخاصة خاصة للفياضة التي تبرتجت في المواقع الاجتماعي إذن الهجوم الهجوم عصيفة رعدية على الساكنة للجزائر إذن الوفاية الضرورية غد يكونوا إذا كم عارفين الفياضة التي تكون عصيفة رعدية كي يسبب الكريتاة الفياضان أوديا وعصيفة رعدية رقم عارف الملكة تكون المجهدات يتهدمون بعض المنازل اللي ضعيفة جدا ربما بعد دوار ربما العربية كما قلون يقدر هذه المناطق كي يكون فيها الناس بقي بني بلوح إذن بحل المكنة من بني بلوح مكنة فيها المنازل ضعيفة جدا إذن يقدر غدين نشوفوا هذه العصفة رعدية سببت لهم بعض المشاكل خاص بعض الولايات في الجزائر إذن كتشفنا كاريتا كاريتا صراحة ما ما رأيي على حسب الخيبراتي والجريبة على حسب الفياضان وامطر غازيو إذن أول مرة نشوف في حياتي نشوف هذه الهجوم العصفة رعدية قوية على بعض الولايات ديال الجزائر وبعض المدن في الجزائر بعض الناس سيقولوا أحقا الفياضان داز سيول داز لا ممكن تكون العصفة رعدية في الجزائر اليوم الله سبحانه وتعالى هو اللي متحكم في هات سيول ومتحكم في الأمطر غازيو وعصفة رعدية ممكن أي لحظة تكون عصفة رعدية من جديد إذن حداري ثم حداري من هات سيول حداري من أمطر غازيو اللي قوية بزاف وفي نفس وقت أشتري نقول لكم بعد القوبر بعد المقبرة كما كنقولوا بعد هات الفياضان خاص بعد الولايات في الجزائر إذن اكتشفنا معلأسف الشديد هات الفياضة اللي قوي بزاف هاجم على المقبرة خاص في الجزائر ومن اللي هاجم هات الواد على المقبرة إذن بعد الجتة خاص لالناس اللي توفهم ويرحمهم غذي سبب لي هات الواد إذن راكم عارفين سيول هاجمت على المقبرة وصبت بعد الكاريتاق خاص في بعض الخبور إذن معلأسف الشديد وكوشي دي الله سبحان وتعالى والحيات هي هذه إذن معلأسف بعض الناس إذن تمنوا إن شاء الله يكونوا خير هاتش اللي كانت تمنوا ونموية محتاجة رأيي فقط على الأمطار غزيرة وهذه العاصفة العادية اللي هاجمت على بعض الولاد في الجزائر وفي نفس وقت الجزائر معلأسف الشديد بعد الشوارع يكتشفناهم بعد طرقان بعد القوات سيدنا ما هو لأسباب هاتش يقدر البني تحت سبب هاد الكاريتا بعد الشوارع مش كل شي ولكن الفياض اللي يكون دائما يبين ضعف الطريق يبين ضعف القوات خاصة في المنازل إذن هات الشوارع لا يمكن الفياضان من البعض يبين بشكل بعين ودفوات كما نقول كنشوف ترق مشقا كنشوف بعض الرجالات راكم عارف الفياضان دائما يبين فضيحة خاصة بعد المسؤولين الذين يعملون في الشوارع والشركة التي يخدم البني تحت إذن عادي جدا وهاتش يوقع في أي مكان الفياضان كيف قاد الله سبح وتعالى انت بلو ان شاء الله يكون خير إذن رأي على الفياضان أقوى في الجزائر إذن كاريتا كما شفتو بعض اللقاطات تحاول تشارك معكم بعض اللقاطات خاصة في البداية للفيديو إذن على حساب بعد نات يقول الصيف من شرص بعد نات يقول الصيف من شرص باقة كل واحدة إذن أنا رأي دخول الصيف بابتداء من شهر خمسة يقول ربما على حساب الصيف الأجواء ديال الصيف شهر خمسة موقع شهر خمسة موقع شهر خمسة شهر خمسة شهر سبعة ثمانية شهر سعود كيكون أجوة ديال شهر 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 إذن الله يشب السحو السلامة إذن مع الأسف الشديد طرحه على الناس اللي توفو خاصة في الجزائر إذن حاجة اللي عجبتني خاصة في هذا الفيضان هو كتشبت واحد الشخص خاصة 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 من السيول حيث ما نقدرش نحط لكم كل شي حيث على حسب الحقوق الملكية حيث عندنا الحق نستعمله إلا بعد ثواني قليلة جدا وفي وقت هذا الشخص اللي عتق لأسره من السيول بالطريقة دكية إذن دائما كما يقولون الناس الناس يتقتلون على أولادهم على الأراضي لهم يموتوا على أولادهم وعلى أرضهم كما يقولون لكن سيد اكتشف البعيين هناك الشخص عائلته من الجزائر كيف عتقها من السيول إذن واحد حب كبير جدا لأسره عتقها من السيول بغغو إذن نتمنى إن شاء الله يكون الخير نتمنى أن تشجعلك لكم شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على وائكة لكم اشتركوا في القناة لي تفعيل الجراج باش يصلكم ديما جديد وفي نفس وقت بعد الفيضان خاص في المغرب ستشاهدوه خاص على القناة لي وفي نفس وقت ربطانا كان الفيضان خاص ربطانا فطانجا ونفسي منطقة خاصة في المغرب سنحاول نشاركها معكم إن شاء الله بحول الله تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر